نورت وشرفت يا كابتن أهلا بيك ودائما بنسعد بيك وبقراءك الحقيقة بنخليك أخيرا قارت لك تويتها حلوة بترحب ببادر رجل فرحان إنه بادر رجل اللي قطعنا شيء فرحان جداً وأنا بشوفه إنه قرار رغم كل المجهود كل الناس اللي كانت موجودة بتعمله لكن بادر حالة خاصة بالنسبة لنا وبالنسبة لشغله وبالنسبة لأداءه اللي أنا عصرت بادر في القطاع سنين طبعا ومن بدايته مع كورفر واشتغلنا مع بعض في حالة كثيرة تقريباً ويرس الراجل هو هو ويرس فعلاً بدر شاطر في ويرس الراجل يعني مكان يعني الاختيار صادف أهله وإن شاء الله بدر هيعمل حاجات كويسة جداً وأنا كمان في الفترة كنت أنا في الإمارات هو كان موجود وعمل نجاحات كنت أنت مدير فن للاتحاد هو عمل نجاحات كبيرة جداً جداً فبدر إضافة كبيرة ورجع بيته برضو وإن شاء الله يعمل فريق عمل قوي والقطاعنا شايفه ناجح بس إحنا عندنا في النادي لو طلعت فوق جبل بتدور على جبل أكبر منه لو طلعت فوق حاجة أعلى إحنا عايزين أحسن حاجة صحيح وعايزين دايماً نشوف ولاد النادي كل مرحلة لها أهدافها وكل مرحلة لها أهدافها ودايماً الأهداف بتجعه المؤشر قدامها النجاح ونجاح القطاع التفريغ والأساسيات اللي اللعيبة هتأخذها كل ده مع فريق عمله إن شاء الله ربنا وفقه ويكونه بدر إضافة كبيرة وبريكله تاني هنا على الهوى طبعاً